حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام إلى فقرة نتلايف باقى من الهاشتاغات وأيضا الفيديوهات معنا لهذا اليوم لذا ذعى صيطها على مواقع التواصل الاجتماعي وإياكم نبدأ في الهاشتاغ الأول على موقع تويتر وهو هاشتاغ رأس السنة سنرى ما كتبه الرواد على مواقع التواصل هناك وما تحدث به عن أمالهم وطموحاتهم للعام الجديد وما حدث معهم في عام 2018 تحت هاشتاغ رأس السنة تحدث الرواد بداية من علي قائلا 2019 يا رب عام بلا فقد بلا حزن وانكسرات عام مليء بالبهجة وتحقيق الأمنيات وهذه دعواتنا لكافة السادة المشاهدة أمل عالي جدا إن شاء الله ومن علي أيضا نذهب لأبو عباس يقول بعض الناس يحتفل بعيد الميلاد وعيد رأس السنة وبس يجي عيد الفطر أو عيد الأضحى بيكتبه بأي حال عدت يا عيد في منه على فكرة هي نوع من الصورة النمطية نوعا ما وبسبب بعض القصائد اللي تم انتشارها لكن بالنهاية العيد عيد والبهجة يعني لابد أنه الإنسان يتقن فقه وفن الفرح في كل الأحوال وأبو عباس ربما يتحدث عن أنه لما يجي الواحد عيد ميلاده أو أعياد أخرى أو كرأس السنة بيحتفل احتفال كبير أو عيد ميلادات وليه على اعتبار أنها مش من أعياد المسلمين لكن في النهاية رأس السنة بداية جديدة هو احتفال ببداية جديدة طبعا هو للكل وليس بعيد يعني نعم ومن أبو عباس نذهب إلى أيضا تويتا أخرى من ما يستقول كلمة أخيرة في عام 2018 أتمنى ندخل 2019 وإحنا تركين العنصرية والتنمر والنميمة وظن السوء حتى ولو كان بدون قصد مننا ما وصلنا 2019 إلا وإحنا وعيين تماما وبما يكفي وأخذنا دروس وعينا من هنا أو من هنا لن نموت وأتمنى من الكل نشر الخير والسعادة هاشتاغ رأس السنة تحية لها خصوصا أنه واضح من عائلتها أنها من دولة خليجية يعني انتشر فيها للأسف الشديد التنمر والعنصرية في الآوينة الأخيرة لذلك هذه تعتبر تغريدة جريئة جدا وإحنا منتمنى بالفعل أنه يا رب يكون من هون للسنة القادمة الشعوب العربية يعني ارتفع لديها نسبة الوعي قليلا بحيث تترك كل مظاهر العنصرية والتنمر ودائما في آخر أيام السنة يعني نضع دعواتنا وأمالنا للعامل الجديد بأن نترك كل ما حدث في الأعوام السابقة ونبدأ حياة جديدة وبداية جديدة من هنا نذهب وإياكي إسراء والسادة المشاهدين إلى هاشتاغ أيضا ذح صيطه على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في دول الخليج وهو تمنى الليلة أو تمني الليلة تعالوا نرى ماذا تمنى الرواد على مواقع التواصل بداية من مساعد يقول نتمنى أن تتحرر فلسطين ويندحر ويدحر اليهود وهذا هو تمني الليلة على حد عبيره طبعا لمساعد مساعد الساعد نحن نتمنى بالفعل أن تتحرر فلسطين من الصهاينة الجميل أن فلسطين لا زالت حاضرة حتى على مواقع التواصل الاجتماع ولو بالشيء القليل شكرا وأيضا إلى تعليق آخر تقول أمنيتي في عام 2019 أن نعيش السنة كلها بشعور هذه الآية فرحينا بما أتاهم الله من فضله على فكرة استحضار الآية ذكي جدا بالفعل الإنسان لما يوعى النعم الموجودة بين إيدي الفضاء اللي رب العالمين وضعها بين إيدي بيبطل أو شيء هو برتاح نفسيا بيبطل يطلع على الأشياء الموجودة بإيد غيره وبالتالي بيبطل عايش هاي حالة القلق والمقارنات اللي نصرنا نشوفها بشكل كبير جدا للأسف الشديع عم تنتشر في مجتمعاتنا وعن بتسبب كآبة بالمعنى الحقيقي للإكتئاب فلما نفرح بالشيء الموجود عننا خلص بنتهي القناعة كنزلة يفنى وآيات القرآن كبيرة في هذا الشيء أيضا نذهب إلى ابتسام تقول كثيرة أحلامي وراح أحققها بإذن الله بس حاليا أبغى الآيفون الأصفر تمنى الليلة هذا ما تمنتهم في هذه الليلة ما شفتوا هذا الإصدار الجديد في آيفون أصفر والله على حسب قولها في أصفر ويمكن أحمروا أشياء أخرى حلو في بعض الشركات تصنع لمحبيها اللون المختار من ابتسام وتمنى الليلة نذهب أيضا إلى هاشتاج آخر معنا لهذا اليوم ولكن من لبنان هذه المرة مشاهدين الكرام وخربتوا البلد حتى هذه اللحظة اللبنانيون منزعجون بشكل كبير من عدم تشكيل الحكومة ومن الأزمات الداخلية التي تتفاقم في لبنان وتحديدا أيضا في بعض المدن الكبيرة مثل بيروت دعونا نشاهد ما قالها الرواد في هذا الهاشتاج ثم نعلق عليه نغم تقول نحن في لبنان العيش المشترك رصيد لتقاسم السلطة وصرف النفوذ وإرضاء الشريك المقيم خارج الحدود يعني لحكولنا خلونا نعيش حياة مشتركة لكن هذه الحياة هي عبارة عن تقسيم ما بالداخل لمن بالخارج وتحديدا للكفيل شكرا نغم وإلى أيضا تويتا أخرى في هذا الهاشتاج محسن يقول خرج المئات من اللبنانيون إلى الشارع وسط العاصمة بيروت احتجاجا على الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعاشية والاقتصادية في البلاد هذا تماشيا مع المظاهرات التي تخرج حتى هذه اللحظة في مدن لبنان احتجاجا على ما يحدث ودعوات لتشكيل الحكومة اللبنانية التي لتزالت تسارع حتى هذه اللحظة ولم تفعل شيء إلى أيضا تويتا أخرى في خربت البلد هنا يقولون يلي عم بيصير بدبنان لا سار ولا رح يصير الجو فاضية الأسواق فاضية الجوع صار على البواب والشباب على الأمين على الثلث لمعطلة يعني بتعرف يمكن لبنان تصدرت بشكل كبير جدا على فكرة مواقع التواصل في القاولة الأخيرة عام 2017 و2018 في ذات الوقت خصوصاً 2018 يمكن إحنا بأنفسنا استعرضنا كتير من الأوسام من داخل لبنان نظراً لكونوا الأوضاع فيها صعبة جداً وعلى فكرة أنا صحيح لي في 2018 أن أزور لبنان وكان بالفعل يعني رصدت هذه الأوضاع من أفواه الناس أنفسهم بتلاحظ قديش بالفعل في نوع من الاحتقان الشعبي الكبير على الأوضاع السياسية فأحنا منتمنى بالفعل أن لبنان تعود كما كانت لبنان المتابع للرواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديد على تويتر من أهل لبنان كانوا في السابق يتحدثوا عن السياحة في لبنان وعن جمال لبنان وعن المدن وعن الحضارة وعن كل هذه الأشياء الجميلة لكن الواقع اختلف معهم فأصبحوا يتدمروا من الشيء الموجود يتحدثوا عن الجراح الموجودة وعن الآلام وعن المعاناة التي يعيشها اللبنان حتى هذه اللحظة من خلال الأزمات الداخلية نتمنى العام الجديد أن يكون عام سلام ومحبة وتحية لكل لبنان ومن فيها